والعودة مرة أخرى إلى القاسم المشترك الأعظم قصة ميلاد المسيح تعالى شوف المفكر السوري الكبير فرس وح وبيعمل في كتابه البديع الإنجيل برواية القرآن كيف أن دين الله الواحد على ألسنة الرسل يعني في ظني في ظني أو في يقيني خلينا أقول ما هو أعلم لنظني في يقيني أن الدين عند الله دين واحد بنسخ مختلف كله عنه نسخته فيه نسخة بكلم عن ديال الإبراهيمية فيه النسخة اليهودية وفيه النسخة المسيحية وفيه النسخة الإسلامية والمؤلف واحد والصانع الأعظم واحد والله واحد فدي نسخ مختلفة إيه لي أكدلك أنها نسخ مختلفة لمؤلف واحد أعظم تشوف المؤلف الواحد الأعظم تقرأ الرواية الإنجلية والرواية القرآنية عن الحدث الواحد ونشوف هنا فرس السواحي المفاكر الكبير بيتكلم عن المسيح في القرآن الروايات والقصص التاريخية التي تتعلق به كما وردت في الأناجيل وكما وردت في القرآن الكريم هل ثمت من تشابه في الميلاد هل ثمت تشابه في الحياة في الوقاع المذكورة قرآنيا وإنجليا تعالى نشوف مع بعض من لحظة الميلاد عشان بس برضو ندرك جميعا يعني لأي حد احنا محتاجين نتعايش مع بعض ونعرف بعض ونفهم بعض عشان لو كلامنا كما موجود في مناهج الدراسة الابتدائي والإعدادي عن ارتاح كتير قوي من الفتنة الطائفية وعن ارتاح كتير قوي من قدرة المتطرفين والإرهابيين على أنهم يلوسوا العقل المصري أو أنهم يبسوا السواد والتطرف والعنف والتمييز والتنمر بين الأديان هذا أمر لابد وأن يكون واعيا له الجميع بيقول لنا على سبيل المثال بيجيب لنا مقطع من إنجيل لوأة وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عزراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العزراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أياتها المنعم عليها الرب معك مبركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع هكذا يكون عظيما وابن العالي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت عقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى من الله وهي ذلك وهي ذلي أصباط نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوقتها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فقالت مريم هو ذا أن أمت الرب ليكن ليك قولك لوقة واحد ستة وعشرين على ثمانية وثلاثين إلى ثمانية وثلاثين تعالى انشوبة المقارنة القرآنية بالإنجيل فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أياتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنتفس في النساء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ثلاثة آية على عمران فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية قالت إني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا تسعتاشر مريم فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله قال إنما أنا رسول ربك لأهي بلك ملاما ذكيا وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست رجلا وأنا لست أعرف رجلا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة علي تظل لك ومريم من تعمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله قال كذلك قال ربك هو علي هين فقالت مريم هو ذا أنا أمط الرب ليكن لي كقولك وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين ايه رأيكم طيب نشوف بتقول ايه الدلائل الحمل احنا عندنا في القرآن فحملته فانتبذت به مكانا قصية فجاءها المخاض الى جزع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية فناداها من تحتها ان لا تحذني فقد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجزع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقول اني نظرت للرحمن صومة فلن اكلم اليوم انسية لا يورد انجيل متى ولوقى اي تفاصيل عن واقعة الميلاد فمتى الذي يجعل من بيت الاحما موطنا ليوسف ومريم يكتفي بالقول ولما ولد يسوع في بيت الاحما اليهودية في ايام الهيدوس الملك اذا مجوسوا من المشر قد جاءوا الى اورشالين نفس الحكاية في لوقة في الميلاد وفي الاتهام وفي البراءة كل لما تشوف الاجماع الالهي على القصة الواحدة بس يعني كمثال اخير حاضر قال يسوع اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهم عبهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن ولا الاب انظروا اصهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون هذا الوقت مرأس 13 وجاء في القرآن يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وايضا اي اخرى يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند رب علمها عند ربي لا يجريها لوقتها الا هو شفنا ما ورد في الانجيل عن مولد المسيح وما ورد في القرآن هل ادركنا المشترك الاعظم هل ادركنا هذه القصة الموحدة التي تجمعنا جميعا هل ادركنا الى هذا الحد انهم يحاولون طول الوقت زرع الفتنة وضرب الوحدة وضرب المشاعر المشتركة وضرب التعايش المشترك وضرب كل هذا لانهم دعاة قتل وسفك للدماء واستعلاء وتمايز وعنصرية وقتل وسفك وليسوا ابدا يعني دعاة سلام ولا دعاة تعايش ولا دعاة حضارة ولم يقرأوا حتى يعني الكتب المقدسة لكي يعلموا ان كتاب الله واحد ان كتاب الله واحد وان دين الله واحد وانها نسخ لرسل مختلفة لسنا في حاجة باسة في ميلاد المسيح لهذه لحظة التوحد الكبرى ندرك فيها الى اي حد هذه القواسم المشتركة وفي ذات الوقت ندرك فيها الى اي حد هوية المصريين المتميزة المخصنة بالخصوصية المخصنة بالتسامح المخصنة بالتعايش ترجمة نانسي قنقر